إن الوضع الذي تعرفه جائحة كورونا في المغرب يجعلنا نطرح الكثير من الأسئلة خاصة مع التطورات الأخيرة فقبل يومين تم الوقوف على 72 حالة في أحد المصانع بعين سبع بالدار البيضاء وهذا يجعلنا نسائل الدولة المغربية حول الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية العمال فإذا كانت منظمة صحة العالمية وكذلك منظمة العمل الدولي بالإضافة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشلي قد أكدوا جميعاً على أن يجب على الدول إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة العمال هذا بالإضافة لأن مدونة الشغل تنص في الكثير من البنود التي تتضمنها على مدى أهمية احترام شروط سلامة والصحة داخل المعامل لكننا فجئنا قبل يومين بمجموعة من الشركات التي تشغل في مجال الكابلاج بمدينة القناطرة أنها تستدعي العاملات بها من أجل استئناف العمل وهذا تصرف مستغرب لأن الدولة في كثير من إعلاناتها تتحدث حول حماية العمال والعاملات خاصة أن الدولة المغربية دائماً كانت تؤكد على أن تتخذ الإجراءات اللازمة من أزل ضمان سلامة العمال فالسؤال الآن الذي يطرح فهل داخل معامل كابلاج في القناطرة التي نعلم أن هناك بعض الشركات التي تشغل تلتلاف عاملة يتم نقلهم في ظروف جد سيئة بخلال اقتضاد حافلات التي تنقلهم كذلك نعلم أن هناك بعض الشركات العاملات تتناول وجبة الغداء في مساحة ضيقة جداً كذلك لأن سلاسل الإنتاج لا يمكن أن تستحمل أن يكون بين العاملة والعاملة متر ونصف أو ما يسمى بمسافة الأمان إذن هذه كلها الكثير من الأسئلة التي يجب أن نطرحها للدولة المغربية التي الآن تسعى إلى فتح هذه المعامل